السلام عليكم ويأهلم فيكم من جديد معاكم أخوكم مهند زاهري واليوم في هذا الفيديو راح أسوي لكم مراجعة عن جهاز ريلمي 6 فخلوكم معايا ويلا نقول بسم الله طيب هذا صندوق جهاز ريلمي 6 بالبداية راح أفتح الصندوق بشكل سريع ونشوف المحتويات اللي فيه طيب زي ما شفتو هذي كانت المحتويات وتقريبا بيجي معاه أغلب الإكسسوارات الأساسية لكن بدون السماعات الآن بتكلم عن الشكل والتصميم الجهاز مصنوع من البلاستيكا اللامع في الظهر بإنعكاسات وتصميم مميز وفيه أربع كاميرات خلفية على إطار بارز من الخلف وجنبها فلاش التصوير وبالزاوية تحت عليه شعار ريلمي بالعرض وبالأطراف مصنوع من البلاستيك المطفي الجهة اليمين فيها زر الباور ومدمج فيها البصمة وباليسار فيه أزرار رفع وخفض الصوت وفيه منفذ الشريحة طبعا يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم ومنفذ داكرة إضافي وتشتغل بنفس الوقت ومن الجهة اللي تحت فيه منفذ 3.5 مم للسماعات السلكية وفيه مايكروفون التسجيل والمكالمات وهو الوحيد بالجهاز وفيه منفذ الشحن ونقل الملفات وهو USB Type-C وآخر شيء السماعات الاسبيكر اللي باليمين طيب والجهة الأمامية فيه الشاشة بحجم 6.5 إنش وبنسبة 84% وفيها الكاميرا الأمامية مطقوبة بزاوية الشاشة وسماعات المكالمات بطرف الشاشة من فوق طيب الآن بنشوف المواصفات للجهاز أول شيء الجهاز يجي بمعالج Helio G90T من شركة ميديا تيك ثماني النواة بتكنولوجيا تصنيع 12 نانو ومعالج الرسومات هو Mali-G26 MC4 اللي بيخلي الجهاز خيار ممتاز في الألعاب بسعر رخيص الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت ومع إمكانية زيادة الذاكرة بمنفذ الميموري كارد نظام التشغيل في الجهاز هو Android 10 مع واجهة Realme UI طيب الشاشة تيجي كاملة بنسبة 84% من الواجهة وهي من نوع IPS LCD بحجم 6.5 إنش وبجودة Full HD Plus وبدقة 1080x2400 بيكسل وبمعدل كثافة 405 بيكسل لكل إنش وب 16 مليون لون وطبعا تدعم الأبعاد الجديدة للعرض 20 في 9 وفيها ميزة Dark Mode والشيء المميز في جهاز من الفئة المتوسطة وبسعر ممتاز إن الشاشة فيه تدعم تردد 90 هرتز وتقدر من الإعدادات ترجعها لـ 60 هرتز هذا لو كنت تبغى تقلل من استهلاك البطارية ورح تلاحظ إنه 90 هرتز جدا ممتازة للشاشة وحيكون فيه سلاسة بالانتقال وممتازة جدا للألعاب والشاشة موجودة عليها حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الثالث للأسف ممكن تتخدش بسرعة وعشان كده فيه استكر حماية راكب على الشاشة من بداية ما تطلع الجهاز من الصندوق الشاشة مدمج فيها الكاميرا الأمامية مثقوبة بالزاوية اللي فوق على اليسار وهي كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 2.0 والكاميرات الخلفية الأربعة كلها داخل إطار بارز بشكل واضح من الخلف ولكن مع كفر الحماية اللي بيجي بالكارتون راح تقدر تحمل كاميرات البارزة الكاميرات وهي الكاميرا الأولى الأساسية تجي بدقة 64 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 1.9 وبمستشعر من نوع سامسونج GW1 والكاميرا الثانية وهي أولترا وايد تجي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.3 والكاميرا الثالثة وهي لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 والكاميرا الرابعة والأخيرة لتصوير العزل والبورتري والقياسات وتجي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 الكاميرات تدعم التصوير بأكثر من وضعية مثل السوبر نايت سكيب والبانوراما والتايم لابس والأولترا ماكرو وغيرها كثير وضعيات ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بيكسل بمعدل 30 إطار في الثانية ويدعم التصوير بجودة Full HD بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية وحتى يدعم التصوير بجودة HD بدقة 720 بيكسل بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية زر الباور اللي بالجنب مدمج فيها البصمة لفتح قفل الجهاز طبعا البصمة مثل ما تشوفه سريع جدا ومكانها ممتاز وبيسهل من استخدامها كثير وتقدر تغير البصمة والباسورد أنك تفتح الجهاز ببصمة الوجه اللي بتتعرف على الشخص من خلال كاميرا السلف الأمامية ولكن أمانها أقل من بصمة الإصبع بطارية الجهاز سعتها 4300 ميلي أمبير وهذه السعة للبطارية تعتبر ممتازة جدا والحلو أن الجهاز يدعم الشحن السريع 30 واط بمنفذ Type-C والفيش الجداري اللي بيجي داخل الصندوق تقريبا رح يشحن من 0 إلى 100% في 55 دقيقة فقط الجهاز يدعم شبكة الجيل الرابع ويدعم البلوتوث 5 ولكن ما يدعم الـ NFC والجهاز متوفر بلونين اللون الأبيض واللون الأزرق نفس اللي استعرضته بهذا الفيديو ورح يكون متوفر في المتاجر الرسمية ورح أحط لكم الروابط والأسعار تحت بالوصف طيب هذا كان كل شي تقريبا عن الجهاز إذا استفدت من الفيديو أضغط لايك وشارك الرابط مع أصحابك ولا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس أشوفكم في فيديو جاي وفي أمان الله